اخبار سرع جدا لطلاب الشهادة العددية تحنايات الترمي التاني عند ثلاث اخبار سرعين حلوين لطلاب الشهادة العددية وكمان بعد اخطاء الوزارة في وضع امتحان العربي وصعوبة الامتحان على المدرسين واختلاف الاجابات نفسها بين المدرسين فيه كمان مطالبات للبرلمان بالامتحان الورقي وطلب احاطة بسبب سقوط السيستم اكمان في البداية انت تدوس لايك ولو كنتش مشترك تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس على كلمة كل عشان تتابع كل الاخبار التعليمية والخدمية اللي انا بقدمها والمراجعات سواء عن مراجعات اللغة الانجليزية وكورسات اللغة الانجليزية او كمان مراجعات في كل المواد في البداية كده بالنسبة نبتدي خبر خبر كده الخبر الاولين الحلو انه حتى الان احنا عندنا محافظتين شباب بنات بيمتحن اللي هما محافظة ضمياط ومحافظة جنوب سين هما المحافظتين اللي بدأوا من ثلاث يام النهاردة بيوم الثالث امتحنوا عربي وامتحنوا انجليش وامتحنوا جبر الحلو في الموضوع ده ان الثلاث امتحنات طبعا انا عندي جروبس كتير على الفيسبوك وكمان على التليجرام الحلو خالص ان كل الطلاب بيقول للمتحنات سهلة وبسيطة وفي المتناول وطبعا ده بالنسبة لباج المحافظات خبر حلو جدا وبيديهم تفاؤل جبل بداية الامتحانات اللي هي في معظم محافظات الجمهورية هتبدأ بكرة ان شاء الله ونتمنى لهم يا رب التوفي الخبر التاني وهو الاهم هو نجاح كل طلاب الشهادة العدري طبعا اسوة بباج الطلاب على مستوى الجمهورية كل الطلاب السنة دي هتنجح زي ما حصل طبعا انتم تابعين الاخبار خلاص بقيت خبرة بسبب كورونا ان كل الطلاب من اول ابتداء الغاية الثانية السنة وباستثناء الشهادة العددية والشهادة السنوية اللي هم هيمتحنوا يعني حاليا كل الطلاب نجحت فبالتالي برضو هبقى في نجاح لكل الطلاب بتاعة الشهادة العددية طبعا مستر احنا بش بيتفكر في النجاح احنا احنا لدينا هدف تاني اكبر من النجاح اللي هو دخول سنوي واللي هو عايز يخش تنبيد واللي عايز يخش في مدارس كتيرة وهنا نتكلم في المدارس ده في وقته غريب ان شاء الله هنديكم فكرة عن كل المدارس اللي ممكن تدخلها ان شاء الله فالخبر الحلو التاني ان نظام سنوي طبعا السنية ده ان شاء الله هيبقى فيه مراعة للظروف اللي بتمر بيها البلد من ظروف فيروس كورونا ظروف الغاء الترب الاول ظروف مضعفة المجموعة عشان كده مجموح سنوي هيبقى هين بالنسبة لمقارنة بالسنين اللي فاتت هيبقى اقل بكتير جدا جدا من السنين اللي فاتت وهيبقى في المتناول وده من الاخبار الحلوة جدا جدا بالنسبة لكل طلاب الشهادة الاعدادية احنا فيه اخبار حلوة جماعة بنحاول نقول لكم ونصدر لكم الاخبار الحلوة عشان تتفاعلوا سؤالية انا عارف ان انتوا بصراحة طلاب الشهادة الاعدادية السنة دي ماروا ظروف صعبة جدا جدا من بعد ما ذكروا متحنات الترب الاول اتخذوا الترب وقالوا لهم ان انت هتمتحنوا وبعديا فوجئوا انه هما ما امتحنوش الترب الاول وجاء الترب التاني عليه الدرجة تتضرف في اثنين فالموضوع هيبقى صعب بالنسبة لهم لكن ان شاء الله هما كدهوا جدود انا واصف فيهم وان شاء الله يعدوا اداء متميز ومتفوق ان شاء الله وده اللي انا عندي ثقة فيه وبدعينهم كلهم بالنجاح ومتابعيني في القناة ومتابعتلي مستر دعينا نحن ننجح بنتعيدكم كلكم وكل الناس اهليكم وكل الناس بتتمنى لكم انتم تكونوا مجرحين ومتفوقين في حياتكم مش بس في الشهادة الاعدادية لا في كل مجالات حياتكم ان شاء الله بالنسبة باجا لعندنا الموضوع التالي وهو الموضوع الاغرب من وزارة التربية والتعليم جاينا النهاردة الصبح ان وزير التربية والتعليم منازل بوست على الفيسبوك على صفحة شخصية خاصة بيه بيعتذر عن خطأ وضعهم في امتحان التجريب تخيلوه يعني الوزارة حطت سؤال غلط مزارة التربية والتعليم الناس اللي بيحطوا الامتحان حطوا سؤال غلط وهنجرى مشكلامي هذا كلام الوزير هنجرى البيان مع بعض بيان غريب شوية توضيح المركز القوم من امتحانات بخصوص احدى اسئلة اللغة العربية في نمازج امتحان التجريب بخصوص سؤال النحو ما مكرم الخلان الا الطيبون كلمة مكرم مشكلة في المنصة بضمتين والاعراب كلمة الخلان مفعول به منصوب لكنها في التحويل لنسخة البيدي ايف لم تظهر الا ضمة واحدة وهذا ترتب عليه اختلاف اعراب الكلمة المذكورة لتصبح مضافت له ومنعا محدوث اي خطأ فيه الضبط صدر التعليمات باستبعاد استبعاد جميع الاسئلة التي يترتب عليها اي خطأ في الضبط اختلاف الاجابة الصواب والاختبار التدريب بفرصة جيدة للالتفاف لمثل هذه التفاصيل تحياتي لجميع طبعا ده وزير التربية والتعليم وكمان نزل النموذج ونزل الخطأ بطاق الموضوع لتحقيق الاختبار لتحقيق الاختبار وكان المفروض تبقى مفاعل به وفاعل وضف إليه وطبعا هنا هو وضح الخطأ اللي حصل فيه في الوقت ده يجب عن elektron o اختلاف الوزير في المطالبات بالنهاية هين ما انزل عام الوزير وزير التربية والتعليم وهكذا موضوع سيستماع في متحانات أولى في امتحانات اولى وثانية سنوية لدرجة ان في اخر التلمي الاولان وكلنا ضبعنا موضوع سقوط السيستم في امتحانات اولى وثانية سنوية وفجئنا ان هم امتحان وارقي طبعا في خوف شديد من الاهالي في خوف شديد من الطلاب في خوف من كل حاجة بصراحة لا يكون فعلا ولا عارفين نظام الاسئل ولا عارفين السيستم يبقى نظامه ازاي ولا عارفين ان امتحاناتهم مهتوبة ازاي مش عارفين اي حاجة او الطلاب تهين وما زالت الوزارة بتأجل يعني تأجل المؤتمر كان المؤتمر المفروض هو الحد او الاثنين فجئنا انه تم تأجيله الوزير اعلن انه هم هيب الاربع والخميس هيعلن كل التفاصيل فيه تفاصيل كتيرة فيه منقشات كتيرة عايزين يخلو الامتحانات تبع التابلك لكن الاجابة في الورق عشان لو طالب تظلم يقول دي غرقتي ما يحصلش مشاكل ولا زي اللي حصل انه في انتحانات قولة وتانية سنة وطلاب علمي يجي لهم تاريخ طلاب ادف يجي لهم عحياء وفيزياء ففيه لغبات كتيرة فالوزارة اللي بتفكر فيه حاليا دلوقتي ان انتحان يبع التابلك وان يبع فيه بيتحل على البابلشيت ده تفكير وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي نحن في انتظار طبعا المؤتمر اللي هوضح كل الحاجات دي بس هل طلبات الاحاطة من وجهة نظرك هات تخلي الوزير يغير وجهة نظره نتمنى اسمع ارادك وتعليقاتك في الفيديو بالتوفيق للجميع ان شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى